كشف النائب مضر الكروي عن حراق نيابي لدعم مسار الأمن المجتمعي في المناطق الساخنة بالبلاد موضحاً أن الديالة وبقية المحافظات تضم مناطق غير مستقرة تشهد سخونة في ملفها الأمني بين فترة وأخرى بسبب نشاط الخلايا الإرهابية وأشار إلى أن هذه المناطق قدمت تضحيات كبيرة لمواجهة الإرهاب دون دعم حكومي يتناسب وتضحيات أهلها مشيراً إلى توجه برلماني لتطويع أبناء القرى المنتفضة على الإرهاب ضمن تشكيلات أمنية لتعزيز قدرات المناطق في إنهاء ما تبقى من الخلايا الإرهابية وأشار إلى أن المقترح قدم إلى رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الأخير من أجل إضافة بند في موازنة العام المقبل لتأمين الغطاء المالي